تتعظم رؤية عمان 2040 بتطلعاتها المستقبلية وبأدافها التنمية المستدامة التي تضع في قمة أولوياتها الوطنية توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وتدعيم ركائز الحماية المجتمعية بجميع أشكالها نعم فبمحاورها الثلاثة الإنسان والمجتمع الاقتصاد والتنمية الحوكمة والأداء المؤسسي تنضي رؤية عمان إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدامة في مجالات العمل الحيوية كافة لطالما كانت الدول ومازالت تطمح للوصول إلى أفضل التصنيفات عالميا وفق مؤشرات التنمية المستدامة بناء على مبادرات تسارع نحو تبنيها تستهدف عملية تطوير أرضها والمدن التي فيها والساكنين في مجتمعاتها وذلك لن يتحقق إلا من خلال تنشيط جسد الاقتصاد وضخ الدم في عروقه بشكل يلبي احتياجات الحاضر ويتطلع لضمان قدوم المستقبل بإشراقاته القادرة على بث روح الأمل باستمرارية قدوم الأجمل باستنادها على ثلاثة محاور رئيسية الإنسان والمجتمع الاقتصاد والتنمية الحوكمة والآداء المؤسسي تتعاظم رؤية عمان 2040 بتطلعاتها المستقبلية وبأهدافها التنموية المستدامة التي تضع في قمة أولوياتها الوطنية توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وتدعيم ركائز الحماية المجتمعية إضافة إلى توجيه العناية المطلقة للتعليم والتعلم والبحث العلمي الذي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة إلى جانب إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية من خلال توفير رعاية صحية شاملة وعادلة للقاطنين في مختلف محافظات السلطنة رؤية عمان 2040 جاءت لتكون بوابة السلطنة المشرعة لعبور المعيقات إلى سبيل اللارجوع وهي منارة ستستدل مسقط من خلال نورها تلك الوجهة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها من أجل تفعيل مبدأ التنافسية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وتحفيز نمو الثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في محافظات السلطنة ككل إلى جانب ما سبق فإن رؤيتها عمان الشاملة تأتي وفي جعبتها جملة من السياسات والخطط المبرمجة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التنمية والمعرفة والابتكار وريادة الأعمال تكون أطوره متكاملة وتنافسية ومستوعبة للثورات الصناعية ومحققة للاستدامة المالية بأدوات سياسة مالية ونقدية واقتصادية مستنيرة وموازنات توظف الإرادات العامة بفعالية لتضعها في مكانها السليم وتسعى رؤية عمان 2040 إلى خلق قطاع خاص متمكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي فضلا عن توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار تمارس فيها الحكومة الدورة التنظيمي المقترن بكفاءة وسلاسة الإجراءات الإدارية الناجحة وصولا إلى تكوين شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الكفاءة الإنتاجية وتأسيس إطار حوكمة ينظم خسخصة المشاريع والخدمات العامة